كما وجه الرئيس الجزائري عبد مجيد تبون تعليمات للحكومة بمضاعفة المجهودات لزيادة المحاصيل الزراعية الرئيس تبون أكد أن بلغ مستوى إنتاج القمح بثلاثين قنطارا في الهكتار الواحد من شأنه تمكين الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي وبخصوص الإجراءات العملية للحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة داخل منازل كلف الرئيس الجزائري شركة سون الغاز بتجهيز منازل المواطنين بأجهزة انذار صوتية ومرئية وإعداد دفتر شروط خاص بمشاريع الإسكان تتضمن هذا الجهاز وسن قانون صارم يمنع المساس بأنظمة التدفئة والغاز ومصادر الطاقة